التمرين الخامس من تطبيقات على المشتقات معناه نستطيع أن نجيب عن التمرين الخامس بطريقة أخرى ولكن كيف أستعمل المشتق للإجابة عليه الدلاء في المعرفة على R بهذا الدستور معناتها أعيد سياغة المعطيات تقبل قيمتين حديتين على R معناه ماذا؟ سأشد المشتق ينعدم مرتين ويغير إشارته القيمة الأولى ينعدم ويغير الإشارة والقيمة الثانية ينعدم ويغير إشارة إذا كان هذا الكلام صحيح تكون هذه القضية المطروحة صحيح في المنطق هذه تسمى قضية ونحن نحكم عليها بالصدق أو الكذب مع التبرير إذن التمرير الخامس هدفه ضبط مفهوم القيمة الحدية باستعمال المشتق نحكم بالصحة أو الخطأ ثم نبرر تلقائيا إجباريا فهذا طلب ضمني غير صريح القضية إعادة سيغة المعطيات نكتب بالدستور ندير فاصلة مجموعة المعرفة عليها الدلة تقبل قيمتين حديتين على R هذا الكلام صحيح لأنه عندما نحسب المشتق 3x مربع نقص 3 نخرج 3 عامل مشترك متطابقة شاهرة ينعدم عند الواحد وعند الناقص واحد والواحد والناقص واحد داخلين في R المجال الكلي كبير نخترق جدول جديد جدول هذا ماذا أسميه جدول الإشارة المرفق بتخمين بياني إذا هذا جدول جديد إحنا وش مال فين؟ مال فين بجدول الإشارة فقط لا هذا له جدول إشارة مرفق بتخمين المشتق ينعدم مرتين عند النقص واحد وعند الواحد هذه قطع مكافئ متجه نحو الأعلى إذن هنا في المشتق هذا من درجة ثانية هذا المشتق من درجة ثانية بيانه قطع مكافئ متجه للأعلى لأن معامل X مربع موجب يكون فوق تحت فوق عندي المشتق هنا إن شئتم عكس إشارة A ونفس إشارة A كذلك هذا الطريق ما يهمني أن المشتق ينعدم مرتين فعليا وهل يغير إشارته هنا؟ نعم وهل يغير إشارته هنا؟ نعم إذن هذه قيمة حدية وهذه قيمة حدية أخرى إن عدم المشتق وتغيير إشارته بيانيا بالحسبة البيانية سنجد كلام مثل هذا النوع بيان مثل هذا لاحظ أنني في هذا المحل وفي هذا المحل ماذا سأقول؟ مثلا نقص واحد هنا خير قيمة أصغر نقص اثنين هنا مثلا ندير نقص اثنين وهنا ندير مثلا الصفر وهنا ندير الصفر وهنا ندير اثنين وش نقول من ناقص اثنين إلى صفر إن عدم المشتق وغير إشارته فإنها قيمة حدية كبرى في هذا المجال وهنا قيمة حدية صغرى على هذا المجال الكلام هذا في الحقيقة كين تمرين مشابه له صفحة خمسة وتسعين خمسة وتسعين الكتاب مدرسي خمسة وتسعين هذا هو لاحظ معي هذا المثال عين مجالات من R تقبل فيها F قيمة حدية محلية يطلب تعيينها إذا ندى التمرين كذلك التمرين يخدم الفكرة المشتق هذا جدول المشتق نحن ماذا فعلنا منذ قليل المشتق مع البيان دلنا جدول جديد دلنا جدول المشتق مع تخمين البيان إذا اتجاه التغير يكون بهذا الشكل شوفوا الطريقة في التعبير اختاروا وش قالوا هنا قالوا مثلا مثلا ناقص ثلاثة هنا والصفر هنا في هذا المجال في هذا المجال ناقص ثلاثة الصفر هنا مثلا قيمة حدية محلية عند ناقص واحد على هذا المجال وF ناقص ثنين هذه F2 كذلك قيمة حدية محلية ومثلا مثلا كذلك كلمة مثلا مهمة الواحد هنا والأربعة هنا إذا هنا ترجع للتفاصيل في الصفحة 95 ما يهمنا هو الجواب على هذا التمرين نشتق هذا الدستور نجد قيمتين ينعد فيهم المشتق ويغير إشارته فهذا معناها الحكم صحيح وبالتالي قيمة حدية عظمى عند ناقص واحد تبلغها عند سبعة وقيمة حدية صغرى عند واحد تبلغها عند ثلاثة بالنسبة الصغرى وكبرى على المجالات المحلية إذا قيمة حدية هنا وش تطلبوا قيمة حدية محلية هنا كلمة محلية كذلك نظيفها قيمة حدية عظمى عند ناقص واحد كلمة محلية هنا إذن العظمى لا نفهمكم علاها إذن هنا خلونا نتفهموا بشوية صح هذه العظمى ليست عظمى هناك من أعظم منها ولكن على أي مجال إذن هنا عندما أقول عظمى على مجال أختاره وعندما أقول صغرى على مجال أختاره قيمة حدية محلية عظمى عند ناقص واحد تبلغها عند سبعة وقيمة حدية صغرى عند واحد تبلغها عند ثلاث إذن هنا فلا فرياضيات تقدير الكلام هذا وش معناها فرياضيات معانتها يوجد مجال في الحقيقة نحتكم إلى التعريف هذا هي في الحقيقة تطبيق لازم نكونوا فهمين الدرس فيديوهات الدرس مانيش دايرها ولهذا سأعش نشطح بالطريقة شوفوا معايا عورة الدرس القيمة الحدية المحلية لتكن دل أف معرفة قبل الاشتقاق أف فتحة دلة المشتقة إذن عدمت الدلة المشتقة عند قيمة من إي مغيرة إشارتها فإنه يوجد مجال مفتوح إي فتحة محتوي إي يشمل سي تقبل فيه أف قيمة حدية أف سي تسمى أف سي قيمة حدية قيمة حدية محلية قيمة حدية محلية قيمة حدية محلية على هذا المحل على المجال إي إذن بالنسبة لي الكلام هذا ما هو خاطئ يكتب هذه الطريقة ولكن كنت نتكلم على الفهم على فهم هذا الكلام ما معناه عظمى هناك ما أعظم منه قيمة حدية عظمى عند نقص واحد تبلغها عند السبعة في هذا المجال لو كبر المجال مثلاً إن أخذ هذا المجال لاحظ معي هذا المجال هذا المجال لاحظ القيمة الحدية هذه هذه أكبر من سبعة هذه يوجد عدد صورته تسعة إذن كيف يستقيم هذا الأمر مع هذه الجملة ولهذا قيمة حدية في هذا المجال هذا النقص واحد هذا نخير مجال هذا الشكل وهنا نخير مجال هذا الشكل هذا ما أردت قوله في حل التمرين خمسة